بين حوارين عقد الأول منهما في نهاية أسبوع من أسبوع شهر حزيران والثاني الذي عقد نهاية أسبوع في شهر آب من العام الحالي ينجح رئيس الهزراء مصطفى الكاظمي في غضون شهرين تقريبا بتحديد موعد الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق تصريحات جريئة لأول مرة يدلي بها رئيس الأمريكي دونالد ترامب بحديثه المباشر عن أن الوجود العسكري في العراق أسوأ خطأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ليعلن ترامب عزم أمريكا صحب قواتها العسكرية خلال فترة ثلاث سنوات الخروج السريع يرى ترامب أن كاثرين يتفقون معه بينما يعارضه آخرون وهو المشهد الذي يحدث فعلا في الشارع العراقي اليوم بينما تبقى المعادلة الثابتة أن العراق بحاجة إلى دعم أمني لمواجهة داعش الإرهابي والميليشيات المسلحة الذي تغيب عنه لغة الحوار وتتفاقم لغة التخريب والدمار يقف العراقي حائرا اليوم بين مستقبل مرهون بواجهات فساد أنهكت العراقيين وتحقيق لوعود حكومية يقدمها رئيس مجلس الوزراء بشكل فاعل على الأرض المستقبل المرجو عاجلا وليس آجلا مرتبط كل الارتباط بنتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا الاستراتيجية أي الخطة والنهج والعهد الجديد في المفهوم السياسي العالمي يتوقع العراقي اليوم أن تثمر عن ترجمة مطابقة للأمال الشعبية وتحويل المشهد السياسي المتشابك إلى مشهد أكثر جدية فيما يتعلق بالعزم على تحقيق الإصلاحات وهما يتأتى بانتخابات مبكرة واضحة المعالم تتحقق فيها الديمقراطية الغائبة منذ زمنا